اشتركوا في القناة يعني مميز فعلا مع قرب يوم الجمعة العظيمة عند التواقف تابع التقويم الشرقي تغير الطقس وطبعا دايما منعتبر انه هيدا مثل علامة على انه فعلا الرب عم يتواصل معنا وهيدا شغلة اكيد كتير مهمة ونحن كمان بلايف بهالفترة رح نكون معكم مع كتير من المواضيع المختصة بهالمناسبة المجيدة بالمناسبة المباركة وطبعا رح نكون مع المسيح بأكتر من محطة اليوم وبكرة بكرة رح يكون على كل حال النهار مميز بلايف مع خمس الأسرار عند التواقف التابعة التقويم الشرقي فأكيد رح تكونوا معنا على الموعد نتمنى لكم بكل الأحوال زمن مبارك للجميع البداية رح تكون مع استيفاني ومع مواضيع عديدة كمان بحضرتنا إياها بونجور بونجورين كاتيا أنا كتير منيها مواضيع عديدة عنا اليوم عنا على كل حال كتير من الزملاء نهار الأربعة بيكونوا موجودين ليقدموا لنا كتير من المواضيع إن كان فاشن وإن كان ديتاتيك وكتير من المواضيع التانية بما أنه عم تحكي اليوم رندا فهد رح تكون معي بـ إيت سمارت بنا نحكي عن الشمام بما أنه هلأ صار الموصم عن فويده وأدافنا نأكل مثل العادة وبي واتس كوكينج اليوم شيف جعد محضر لنا صلاتة ثمار البحر مع الحموس ثمار البحر مع الحموس يعني ما بتفكرة كمبنيج غريبة بقى بنا نشوف كيف دي حضرها أكيد ومواضيع عديدة تانية بي لايف خليكن معنا البداية مع أبت ودايت نرجع لموادينا على الأرض نشوف نحن وياكم حقيقة التنسيق النقبية اللي اعتصمت مبارح أمام وزارة التربية بالتزامن مع اعتصامات لمعلمية المدارس بكل المحافظات أمام السريات المطالبة بفتح المجلس النية بأمام التشريع وأدراج السلسلة بند أول على جدول الأعمال طبعا هالموضوع صار مزمن وصار له فترة كتير طويلة والأستاذي عم بينادوا بأنه يكون عندهم حقوق كتير غير موجودة بالوقت يلي هني بتصور لعند الأساسة للمجتمع المجتمع يلي يعني بيقوم على الطلاب ضروري أنه يكون هايبة الأستاذيز أول شيء موجودة وحقوقه محفوظة كمان لا يقدر يكون عم بيتابع بالطريقة المطلوبة وأوضح رئيس رابط الموظفي الإدارة العامة محمود حيدر أنه الاعتصام ريسلي للحكومة للقول أنه كفى تخليا عن مسؤولياتكم وإهمال لقضايا الناس وتخلي عن المسؤولية بالقضايا الحياتية وعلى رأسها السلسلة لأنه يعني دايما الحديث أنه في حال كان في فعلا تنفيذ لها السلسلة ترتب والرواتب رح يكون في انهيار لاقتصاد البلد وكأنه بعد منهار يعني اقتصاد البلد بس ناطر سلسلة ترتب والرواتب ولكن هيئة في عوائق ولكن دايما كمان الحديث كان عم بيكون أنه فيه هدر كتير بالدولة اللبنانية وهالهدر بيسكر سلسلة ترتب والرواتب وبيخيض وبيزيد أكدت كمان الهيئة أنه خطوات رح تكون تصعدية وبدون ثقف ودعت كل المعنيين بالأمر لأنه يكونوا عم بيتجاوبوا مع هالخطوات والتأكيد كان أنه إذا كنوا مرهنين مثل العادة المسؤولين على أنه الأساذة بضميرهم الواعي ما رح يعملوا خطوات تصعدية بيكونوا هالمرة غلطانين لأنه الأمور وصلت لحدها بينتروا بينتروا بس رح يكون فيه تقديم وهيكي حان وققت صمت ساعة بيكبان ساعة بيكبان الأشهر بالعالم رح تلتزم الصمت لمدة أشهر عديدة لإجراء أعمال سيانة عليها على ما أعلن البرلمان البريطاني وقال ناطق باسمه رح نوقف إليت الساعة لمدة أشهر من أجل إجراء أعمال سيانة ضرورية وخلالها المدة ما رح يدق جرس الساعة وأوضح أنه بس رح يدق فقط بالمناسبات المهمة ورح تكلف أعمال سيانة 29 مليون جنيه سترلينة ما يقارب 41.4 مليون دولار ويفترض أنه تبدأ الأعمال السيانة مطلع 2017 على أنه تستمر 3 سنوات وبتشمل آلية الساعة وجرس الضخم البالغ وزنه 13.7 تون ورح يجهزوا البرج بمصعد كهربائي ليكون بديل عن سلم من 334 درجة للوصول إلى أعلى البرج ورح يتم استبدال الأنوار يلي بتضيء الساعة بلمبيت أقل استهلاكا للطاقة معقولي أنه خمس دقايق تكون عم تنقذ الموظف اللي قاعد وراء مكتبه من الموت للحقيقة أنه دايماً منقول أنه ضروري يكون في حركة خلال النهار خاصة لكل الأشخاص يلي أشغالهم بتحتم عليهم أن يكونوا قاعدين وراء المكاتب أو بدون حراكوات يمكن مش لأنه عم يشتغلوا وصلة أنواق لهم جديد يتحركوا فهالشي كتير مهم ولكن ممكن من نمروا عليه مرور الكرام ولكن شارك متطوعون بمنتصف العمر بدراسة أمريكية جديدة أظهرت أنه البقاء ساعة إضافية بوضعية الجلوس خلال النهار بيؤدي إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم بالشرايين التاجية بنسبة 12% أوضحة الدراسة أنه ارتفاع نسبة الكالسيوم تعد إحدى العوامل المبكرة لمرض القلب التاجي وتعتبر أنه هالدراسة تعتبر واحدة من أوائل الدراسات التي تساعد على كشف كيفية ارتباط فترات الجلوس بخطر الإصابة بأمراض القلب فإذا بالنهاية هالدراسة التي اشترك فيها أشخاص بين الخمسين سنة يعني حوالي الخمسين سنة بيمضوا ما بين ساعة و11 ساعة يوميا وهن أو جلسين بدون حراك أو بحركة كتير بطيئة فتبين أنه هالأشخاص كل شخص منهم يزيد فترة جلوسه يزيد نسبة الكالسيوم بالشريان التاجي وتبعاً يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وخاصة الأشخاص اللي عندهم ارتفاع بضغط الدم اعتبرت الدراسة أنه القيام من المكتب والتحرك بالمكان حول المكتب بس يكبر من حول المكتب بين الحين والآخر بيكون مفيد إضافة طبعاً إلى تدريب بصلاة الألعاب الرياضي أو أي حركة تانية ممكن نكون عم نعملها فإذن من الأفضل أخذ فاصل من دقيقة إلى خمس دقائق كل ساعة واستخدام السلم بدل من المسعد يعني هذا الأسانسير قصة وكل هذا بيزيد من الوقاية من أمراض القلب أو كتير حتى يعني الأطب يبتقولون أنا بطلع على الدرجة حتى لما أستعمل الأسانسير أو بوقف سيارتي بعيد وبمشي أو ما بستعمل فالفالي باركينج هلأ في كتير أسباب لم تستعمل فالفالي باركينج يعني بس أن هذا واحد منهم بقى يقولون لا لازم تعمل سبور أكيد سبور كتير مهم ولكن هيدا الأشياء اللي أكيد رح تعمليها خلال النهار أشياء بسيطة بسيطة نجب نعملها بسيطة بسيطة ديزني رح تعيد إحياء كل أفليم الرسوم المتحركة أكدت شركة ديزني أننا عم تحذر جزئين جديد من فيلمي الرسوم المتحركة The Jungle Book و Maleficent وأشارت شركة الإنتاج السينمائية والتلفزيونية بيبيان إلى أننا عم تحذر أيضا تتمي لفيلمي Mary Poppins وكرويلا المستوحى من مغامرات 101 Dalmatians وبتبقى أنجلينا جولي نجمة الجزء الجديد من Maleficent وكما أوضحت ديزني بيبيان أنه Reese Witherspoon رح تأدي الدور الرئيسي بفيلم Tinkerbell ويلي بمثل استعداد يلي بمثل استعادة لقصة Peter Pan بحين رح يعمل المخرج تيم بيرتون على جزء جديد من فيلم Dumbo الفيل الطائر يلي أنتجت ديزني جزء الأول منه سنة 1941 حلو نرجع نشوف الفلوم المعمولين من زمان بفرسيون جديد وزيت الكونتكست شرعي نحن نموت يعني أفلام ممتاز المساوات دائما نحن نطالب بمساوات بكل شيء بس هنمرة المساوات هي بين الفستان الأبيض والفستان الأسود بالعرس فهذا الفستان مش ضروري بس أنه أبيض نكون عم نتجوز هيا في كتير هيا في كتير أشخاص اليوم بدون ينقل الفستان لأنه الفستان حلو مش لأنه أبيض ولا لأنه أسود يعني بنحتار شو بدنا بس الأسود للعزا وبعرف لغير شيء الحقيقة صوفية كاشا اللي هي مدونة استرالية وأم لولد لما قررت تتزوج لبسة الفستان الأسود وبس فستان كتير حلو هلأ رح نشوف بالحقيقة وكمان كل الميز كمانا كانوا لبسين أسود منيح أنه الظهور منون سود هلأ ما في كتير زهور يعني بس منيح لما ننون أوضحي صوفية أنه سبب اختيار لها اللون لون الأسود وكمان بدأت تكون مغيرة عن بقية العرائس أثناء احتفال الزواج فاخترت فستان عجبة ببساطة وما أصدت أبدا شيء غيره هو الفستان حلو للحقيقة وابتكر ومصمم الأزياء أنتوني مونتسانو وصوفية إذن قالت أنه يعني هالفستان بس لبسته لأنه حلو لأنه بيلبق لا لأنه بيلبق على جسمه وصادفت أنه أسود وهي بتحب الأسود لبس بني وأسود لحتى لي يكون مجباريتو مجباريتو لأ ولكن يعني كان غالب الأسود على العرس طبعا ما بيعني لشي كتير لموطوع أسود أبيض بس أنه حلو الواحد يحافظ على تقليد معي يعني تتضل في راجل المناسبة يعني أكيد يعني بطلنا منلبس الأسود يعني بطلنا منلبس الأسود يعني نحن بالعظم نلبس وين مكان الأسود حسب يعني الستايل أكتر وهو للسهرات أنا بحب لون الأسود يعني دائما بيعت رونك تسفوتي على السهرة بيكون كل الناس لبسين أسود مزبوط الكلب يعصر على كتاب قديم لشاعر روسيا الأكبر بوشكين عصر الكلب يعود لإمرأة بتسكن بدواحي موسكو على كتاب قديم بقلم الشاعر الروسي الكبير أليكسندر بوشكين بحسب ما أفادت قناة تلفزيونية روسية وقالت صاحبة الكلب أنه سعر هالكتاب يقدر بـ 800 ألف روبل ما يعادل نحو 12 ألف دولار وأضافت أنه الكتاب عبارة عن إحدى الطبعات الأولى لكتاب بوشكين بروسيا وفي ملاحزات خطية مكتوبة بيد الشاعر وتوقيعه وعدت الكتاب إلى إدارة ترميم الأثار التاريخية التي ستسلم بعد الترميم إلى متحف بوشكين بموسكو مهضومة هالخبرية الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة وصلت للإنترنت تبتكر مهندسان معمريان إيطاليان يلي هني ماركو ميرلتي وباليريا ميركوري أول ناطحة سحاب متخصصة لخوادم الإنترنت والبيانات الضخمة بتعتمد على الطاقة الخضرة بتعرف ما كنا عم مفاكر فيها كثير بسية لهي أنه كل هال يعني طاقة الإنترنت بتستهلك فعلا طاقة كثير كبيرة والإمبعاسات الكربون منها هائلة جدا ونحن يعني لأهمية الشغلة وخدمتها نبطل نشوف مساوقة فالطاقة البديلة والطاقة المتجددة هي مطلوبة بكل المصادر أو بكل الاستهلكات الطاقة الموجودة باللبنان نحن الإنترنت بحبنا على القديمة على القديمة بطيئ ويصرف أكتر ويصرف أكتر طاقة بتتألف ناطحة السحاب اللي أطلق عليها اسم برج البيانات من 65 طابق بارتفاع 50 متر أسطوانية الشكل هي موجودة بأيسلند وهيدا المقار لها ناطحة السحاب لأنه هالدولة بتتمتع بمصادر للطاقة المتجددة لسيما الطاقة الحرارية الأرضية والمائية بالإضافة إلى مناخة المعتدل وموقعة الجغرافية وأوضح هالمهندسان أنه مراكز البيانات الحالية بتستهلك طاقة كهربائية بتكفي لصد احتياجات 180 ألف منزل ومن المتوقع زيادة استهلكها إلى 140 مليار وات بالساعة بحلول 2020 جيد راح نشوف سورتنا اليوم من بشري رائعة صورة هيدا صورة أكيد من الجو من الجو أو من شطل العالي لا من الجو التقس عم بيكون سيء الرؤية عند الصباح الباكر بسبب ارتفاع نسبة الارتوبة مع احتمال تساقط بعد الرزيز المتفر مبسوط جابي وابا نكون مع أوتو فوكس خليكم معنا أكيد مواضيع عديدة لكم بي لايف اليوم خليكم معنا